برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي قتل أحمد صبارين بن العشرين عاما خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة رمالة مواجهات اندلعت في مختلف أرجاء المخيم فجرا وأسفرت عن إصابة فلسطينيين بجراح مختلفة حالة من الغضب والحزن سيطرت على الفلسطينيين الذين وصفوا الاقتحام الإسرائيلي للمخيم بالوحشي لأسيما وأنه تخلل عمليات دهم وتفتيشا لمنازل المدنيين تم في مخيم الجلزون أن حالة إجرام تكسير دور تكسير شباب إرصاص على الشباب فالولد كان موجود في البيت فطلق على شكل جران نهينا على السطح فصارت الموجهات بينهم فأجت الترك الغضبارة من الإسرائيليين في جسم الولد سلسلة اقتحامات ومداهمات لمنازل الفلسطينيين في جل مدن وقرى الضفة الغربية نفذها الجيش الإسرائيلي في إطار عملية عسكرية أسفرت عن اعتقال نحو 40 فلسطينيا من بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك الجيش الإسرائيلي الذي يتهم السلطة الفلسطينية وحركة حماس بالمسؤولية عن اختفاء الإسرائيليين الثلاثة أكد أن عمليتهم مستمرة حتى التحقق من مصيرهم نواصل عمليات البحث والاعتقال في المنطقة وهي طالت حتى الآن 40 فلسطينيا لهم علاقة بخطف الفتية الثلاثة معظم من اعتقلناهم هم من حركة حماس أو من أنصارها الرئاسة الفلسطينية وبينما أدانت ما وصفته بالخروقات الإسرائيلية الأخيرة تحديدا فيما يتعلق بالتجاهر الإسرائيلي لإضراب المعتقلين الإداريين داخل السجون الإسرائيلي المستمر منذ 54 يوما أدنت كذلك خطف الإسرائيليين الثلاثة ودعت الأطراف كافة لضرورة عدم اللجوء إلى العنف فيما قرأت الحكومة الفلسطينية في العملية العسكرية الإسرائيلية وبحسب تعبيرها جملة من الرسائل ليست العسكرية فقط بل كمحاولة لضرب جهد تطبيق المصالحة الفلسطينية العملية كلها هي عملية تمويه على إضراب الأسرة هي عملية تعتيم على معركة الأمعاء الخاوية هي معركة تدمير للإنجاز الفلسطيني بالمصالحة تكثيف نقاط التفتيش والمكعبات الإسمنتية وحملات الدهم والتفتيش والاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية مفردة إسرائيلية تسيطر على المشهد الفلسطيني لليوم الرابع على التوالي استمرار الغموض المحيط بمصير المستوطنين الثلاثة سيطيل أمد العملية العسكرية الإسرائيلية والتي حذرت المستويات الفلسطينية المختلفة من تبعاتها ليس فقط على حياة وحقوق الفلسطينيين بل كذلك على أمن واستقرار المنطقة برمتها بحسب التعبير الفلسطيني من مخيم جلزون للاجئين الفلسطينيين شمالي مدينة رمالله إيمان عريقات بي بي سي